هو فتى ذكي المعي الذكاء لا تعوقه معضلة ولا تعزه مشكلة سريع البديهة شديد الدهاء الفدائي البطل الصحابي الجليل نعيم بن مسعود ويكنى أبا سلمة وكان نعيم رضي الله عنه يتميز بصفات جليلة فكان يتميز بالفطنة والذكاء وصحة الحدس وشدة الدهاء كان في الجاهلية على صلة وثيقة بيهود بني قريضة وكان يجلس مجالسهم وكانوا يحبونه ويثقون به فتح الله قلبه للهدى ونور الحق فبدأ صفحة جديدة وأسلم يوم غزوة الأحزاب فقد جعله الله سببا لإنقاذ الأمة المسلمة بأسرها وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان سببا في إجلاء الحشود التي تجمعت للقضاء على الإسلام فكان هو الذي أوقع الخلاف بين قريضة وغطفان وقريش يوم الخندق وخذل بعضهم عن بعض وأرسل الله عليهم الريح والبرد والجنود وهم الملائكة فصرف كيد الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولما أسلم واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخذل الكفار قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذل ما استطعت فإن الحرب خدعة وفي أرض المعركة تسلل نعيم بن مسعود رضي الله عنه من معسكر قومه تحت جنح الظلام ومضى يحث الخطى إلى رسول الله فلما رآه الرسول ماثلا أمامه قال نعيم بن مسعود قال نعم قال ما الذي جاء بك قال جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن ما جئت به الحق وظل نعيم بن مسعود بعد ذلك اليوم موضع ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم فولى له الأعمال ونهض له بالأعباء وحمل بين يديه الرايات وكان حامل لواء غطفان يوم فتح مكة وكان على أتم الاستعداد أن يضحي بحياته من أجلها ترجمة نانسي قنقر